السادس من كانون الثاني تاريخ ارتبط بذاكرة العراقيين ووجدانهم حيث ظل لعقود مقترنا بالاحتفال بذكرى تأسيس الجيش العراقي حتى جاء الثالث والعشرون من أيار من عام 2003 حينما حل بول بريمر هذا الجيش الذي كان مدافعا عن استقلال العراقي وسيادته ومشاركا بفعالية في الدفاع عن قضايا الأمة في معاركها الكبرى بشهادة الكثيرين كما جرى في حروب 48 و 67 و 73 في فلسطين وإيقاف ثورة الخمين في حرب الثماني سنوات في القرن الماضي بعد عام 2003 شكل الاحتلال الأمريكي جيشا جديدا لا علاقة له بالجيش العراقي لا عقيدة قتالية ولا أسسا مهنية إذ ذمج فيه الميليشيات سواء التي تشكلت في إيران وقاتلته في خنادق الجيش الإيراني مثل ميليشيا بدر أو التي شكلها لاحقا جون نيغروبونتي السفير الأمريكي السابق في العراق فأصبح هذا الجيش الميليشيوي رديفا لقوات الاحتلال في كل الحروب التي شنها على مدن حاضنات المقاومة الوطنية في الفلوجة والموصل وسام الراء وتكريت وغيرها من المدن التي سوي عدد منها بالأرض كما جرى في الموصل ولعل فضيحة نشر وزارة الدفاع قوائم المقبولين للدراسة في الكلية العسكرية عام 2020 والتي تضمنت جدولا عن مذهب المقبولين دليلا على النهج الطائفي لهذه القوات جذرت السياسات الطائفية للحكومات بعد عام 2003 أن نزعة الطائفية للجيش الحالي وهو ما أدى إلى فوضى عارمة في العراق حين منهارت ست فرق عسكرية خلال ساعات أمام تنظيم داعش في نينوى عام 2014 اغتنمت إيران وحرسها الثوري هذه الفرصة فشكلت ميليشيات الحجد استنادا إلى فتوى السستاني بذريعة دعم الجيش في التصدي لداعش فأصبحت هذه الميليشيات قوة بصلاحيات وإمكانيات تفوق قدرات كل القوات الأمنية الأخرى لا سيما الجيش باعتراف زعيم ميليشيا بدرهاد العامري وهو معتو برست ساخا لتجربة الحرس الثوري توالت بعد ذلك الجرائم التي يرتكبها عناصر هذا الجيش وبقية القوات الأمنية كما جرى في ناحية جبلة عندما ارتكبت قوات سوات مجزارة فأبادت عائلة كاملة مكونة من عشرين شخصا وقبلها قتلت نحو ألف من متظاهر ثورة تشرين